متأرجحا في سباق بين الهدنة والخروقات التي تطالها يعيش مخيم الميومي الذي بات عند مفترق طريقين احدهما تثبيت وقف اطلاق النار الذي جرى التوصل اليه اكثر من مرة وبقي عرضة للخروقات وبالتالي عودة الهدوء والاستقرار اليه واحتكام الفريقين المتقاتلين اي فتح وانصار الله الى الحوار والثاني تدخل الجيش اللبناني الحاسم مع تصاعد الاصوات المطالبة بذلك لبنانيا وخاصة بلدية الميومي والقرى المجاورة وبالانتظار تجددت الاشتباكات العنيفة بين حركتي فتح وانصار الله في المخيم واستخدمت فيها مختلف انواع الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بعد فترة هدوء هشة سجلت فيها العديد من الخروقات بين اطلاق قذائف ورشقات نارية متقطعة علما بان حركة فتح كانت قد شيعت عنصريها قاسم الحسن وماجد حسين قبل تأزم الوضع من جديد كذلك نفق قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صفحي ابو عرب خبر اصابته خلال الاشتباكات انا بخير وفقال بسلام والحمد لله رب انا بطمن الجميع بطمن الجميع نهاية على صعيد المعالج لم يخرج الاجتماع الاول لهايئة العمل الفلسطيني المشترك بحضور مسؤول الملف الفلسطيني في حركة امن المحمد الجباوي ممثلا الرئيس مجلس النواب نبيه بري بأي جديد على صعيد تثبيت وقف اطلاق النار في المخيم وقد شدد الجباوي على وجوب عدم السماح لأي طابور خامس لاحداث اي خلل في الوضع الامني لا داخل المخيمات ولا بين المخيمات والجوار اشتركوا في القناة